رسائل واضحة وجهها الرئيس الروسي بلاديمير بوتين في الشأن السوري وتحديداً باتجاه الدول التي تنشر قوات في البلاد بوتين وخلال استقباله الرئيس السوري بشار الأسد في الكراملين رأى أن مشكلة سوريا الأساسية تتمثل بوجود قوات مسلحة أجنبية من دون موافقة الأمم المتحدة معتبراً أن ذلك يعرقل إعادة توحيد سوريا فيما تحدث الأسد أن الجيشين السوري والروسي حققا إنجازات كبيرة أي قوات يقصد الرئيس الروسي وهل تتخطى رسائله المواقف الشفاهية وعلى ماذا اتفق بوتين والأسد ضيوفنا في هذا الحوار من دمشق ديبلوماسي والسفير السابق الدكتور توركي سقر من موسكو المستشارة في المعهد الروسي لدراسات الاستراتيجية إلينا سوبونينا ومن واشنطن كبير مستشاري المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا أندرو تابلور أهلاً بكم جميعاً معنا إلى هذا الحوار سأبدأ معك دكتور توركي الرئيس السوري يزور العاصمة الروسية بدون إعلان مسبق عن هذه الزيارة ويلتقي الرئيس فلاديمير بوتين أبدأ معك من أهمية هذه الزيارة بالنسبة للأسد وتحديداً ما نتج عنها من تصريحات روسية كانت إيجابية جداً بالنسبة إليها نعم الزيارة هامة جداً وهي محطة مفصلية في مسيرة العلاقات السورية الروسية وهي مهمة من حيث التوقيت والمضمون فجاءت الآن بعد ست سنوات من الزيارة الأخيرة للرئيس بشار الأسد إلى موسكو عام 2015 وكانت نعم 2015 ومن حيث المضمون بالحقيقة هناك ملفات التعاون السنائي بين البلدين مسألة مهمة جداً لأنها تطورت هذه العلاقات وفي هذا العام تطورت أكثر من سلاسة مرات يعني تضاعفت سلاسة مرات عن السابق وأما بالنسبة للملفات الأخرى فكانت هناك ملفات سياسية وملفات اقتصادية الملفات السياسية واضح فيها أن هناك تأكيد على أن يتوازى العمل بالمسار السياسي مع تحرير سوريا من الإرهابيين وطبعاً تطرق الرئيس بوتين إلى أن الأراضي السورية تحرر منها 90% بعد طبعاً دخول القوات الروسية لمساعدة الجيش العربي السوري وبالفعل كان هناك دحر للإرهابيين في معظم الجغرافيا السورية وبالنسبة للملفات السياسية فالحكومة السورية وأكد على ذلك الرئيس بشار الأسد بأننا نعمل بنفس الوقت بالمسار السياسي وبالمسار لمكافحة الإرهاب وللقضاء على البؤر الإرهابي في سوريا سنعود دكتور إلى العديد من النقاط التي تم بحثها خلال هذا اللقاء سأرحب بالأستاذ إلينا سوبونينا معنا أيضاً أستاذ إلينا هل يمكن تحديد أسباب وأهداف هذه الزيارة على الأقل من الجانب الروسي كما ذكر الدكتور تركي هي تأتي بعض تطورات كثيرة حصلت على الساحة السورية وبالتالي نحن نعرف جيداً مدى دعم روسيا لبشار الأسد لكن ما الجديد الذي تم الاتفاق عليه اليوم في هذه الزيارة؟ مساء الخير رئيس بوتين أشار من خلال هذه الزيارة وأشار أعلن أن حكومة سوريا الآن تسيطر على 90% من الأراضي السورية يمكن هذا الرقم مبالغ به قليلاً لأنه تبقى هناك محافظة إدلب باستثناء جزء الجنوبي وأيضاً شرق سوريا ولكن بوتين كان يقصد بأنه قبل بضعة أيام من زيارة رئيس أسد تمت إعادة محافظة درعة لتحت سيطرة الحكومة وهذا بوساطة ضباط روس وهذه الوساطة رغم تصعيد اللي حدث هي قد نجحت في نهاية المطاف فأعتقد أن ما حدث هو أحد أسباب هذه الزيارة أيضاً فرئيس أسد قد شكر روسيا على هذه الجهود طبيعة الحال سأعود إلى ما حصل في درعة البلد معك أستاذ إلينا لكن سنرحب بكبير مستشاري المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا الأستاذ أندرو تابلر معنا الليلة سيد أندرو الكثير من الرسائل أطلقتها هذه الزيارة لتابعناها على رأسها لربما ضرورة خروج القوات المسلحة الأجنبية التي لا تملك موافقة الأمم المتحدة كيف تلقفت واشنطن هذه الرسالة؟ هل وجدت نفسها معنية بالأمر بداية الولايات المتحدة لديها مئات الجنود في سوريا؟ أنا لا أعتقد أن الأمر يتعلق بالولايات المتحدة فنحن نعرف أن واشنطن في سوريا شرعيا وذلك بمشاب قرار دولي ونعرف أيضا أن كان هناك قرار على المستوى الأمريكي الذي اتخذ وذلك لاستخدام القوى العسكرية في سوريا وذلك بعدما حدث في 11 من سبتمبر في الولايات المتحدة ولكن ما يبقى القوات الأجنبية في سوريا هي الحكمة الضعيفة للحكومة السورية وعدم قدرتها على التحكم بزمام الأمور في المناطق برمتها بطريقة سلمية وهذه هي المخاوف الأساسية فلقد أمضت الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة تحت عهد ترامب والآن عبر الحد الروسيا على محاولة البحث عن تسوية في سوريا وخلال إدارة ترامب كنا نريد البتء بمفاوضات سياسية بناء على القرار الدولي 2254 وتكلمنا سابقا عن تقدمات فيما يتعلق بالحصول على بعض الأراضي ولكن نحن لا تتشوق لمعرفة ما هي هذه التقدمات التي أجريت وما توصلت إليه روسيا فيما يتعلق بالحكومات السورية جوابك سيد أندرو يأخذني لربما من جديد إلى مقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس السوري بشار الأسد خلال هذه الزيارة سنتابع معا يقول بوتين المشكلة الأساسية في سوريا هي وجود القوات العسكرية الأجنبية من دون موافقة الأمم المتحدة ويقول الأسد من دون إذنكم وهذا أمر يتعارض بشدة مع القوانين الدولية ويقف عائقا في وجهكم ولا يعطيكم إمكانية لاتخاذ ما يجب لإعادة الحياة إلى طبيعتها في البلاد بالوتيرة التي كان من الممكن تحقيقها لو كانت كل البلاد تحت سيطرة الحكومة السورية دكتور توركي من المقصود بتلك القوات يقول لنا سيد تابلر الآن ليست القوات الأمريكية لأن القوات الأمريكية موجودة شرعيا في سوريا وبقرار تولي من الذي يقف اليوم عائقا في وجهه لربما عودة الحياة إلى طبيعتها في سوريا كما يقول بوتين يعني السيد تابلر بالحقيقة ارتكب مغالطة كبيرة الولايات المتحدة الأمريكية ليست موجودة في سوريا بشكل شرعي ولا بإذن من الأمم المتحدة ولا بإذن من الحكومة السورية ولذلك وجودها غير شرعي والمقصود طبعا من ما قاله بوتين هو القوات غير الشرعية في سوريا ويقصد طبعا الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا القوات التركية القوات التركية قوات احتلال هي تحتل مناطق في سوريا معروفة ودخلت دون إذن الحكومة السورية لذلك هذه القوات المحتلة التركية والمحتلة الأمريكية بالحقيقة هما غير شرعيان في الأراضي السورية ويجب أن يخرج لأن هذا خروج عن القانون الدولي والشرعي الدولي وهذا يشكل عائق أمام إعادة الإعمار في سوريا وأمام أيضا استكمال الحرب على الإرهابيين وماذا دكتور تركي عن القوات الإيرانية والقوات التابعة لإيران والتي لا تزال في الداخل السوري نعم القوات الإيرانية والقوات الأخرى إذا كنت تقصدين قوات حزب الله هذه القوات دخلت بإذن من الحكومة السورية بإذن تماما ومعروف أيضا بأنها من الحكومة الشرعية أخذت إذن وطلبت الحكومة الشرعية أن تساعدوا هذه القوات وهذه القوات موجودة بالحقيقة على شكل مستشاريين عسكريين يعني لا تزال تريد بقاءها هذا ما أفهم دكتور تركي من كلامك صح؟ هي تبقى لحين انتهاء الحاجة من وجودها والآن هناك حاجة لوجود إرهابيين في سوريا تساعد هي الجيش العربي السوري على التخلص من الإرهابيين تمام وصدق لنا ما حصل في درع البلد مؤخرا كما ذكرت لنا يمكن هو من عجل من هذه الزيارة وهو دليل أيضا على أن الجانب الروسي ليزال لربما الفاعل الأكبر على الأرض من الذي يجب أن يبقى ومن الذي يجب أن يغادر؟ يعني الرئيس بوتين أرسل الكثير أو العديد من الرسائل اليوم خلال هذه الزيارة وتحديدا أود أن أسألك عن الحليف التركي يعني الدكتور تركي قال لنا الدكتور تركي سقر قال لنا أن القوات التركية هي قوات احتلال هل هي كذلك بالنسبة لروسيا؟ روسيا لا تستخدم هذا المصطلح ولكنها دائما تقول بأن وجود تركية في سوريا هو غير شرعي كما وجود أمريكا في سوريا هو غير شرعي هناك سببان فقط ممكن أن يكون مبررا لوجود أجنبي في أي بلد ما أول سبب هو التفويد من قبل مجلس الأمن للأمم المتحدة والسبب الثاني هي اتفاقيات سنائية ما بين دول فروسيا موجودة في سوريا اعتمادا على اتفاقية سنائية مع حكومة سوريا ونفس الشيشة أن إيران تهران اتفقت مع دمشق حول وجود مستشارين إيرانيين في سوريا أما أمريكان فمع ما اتفقوا على أي قرار اعتمدوا لا يوجد تفويد لوجودهم في سوريا فتصريحات بوتين اليوم هي موجهة لبلدين وهي تركيا وأمريكا سأسأل سيد أندرو وتابلر عن هذه المسألة بذلك أستاذ إلينا لكن قبل ذلك أود منك إجابة كيف يمكن للجانب الروسي أن يتعامل في الفترة اللاحقة مع الوجود التركي في الداخل السوري مع الوجود التركي هناك محادثات أستنى وعملية أستنى هي مستمرة فعلى تركيا أن تكون أنشط وهي وعدت في زمانها بأنها ممكن أن تحل هذه المشكلة بطرق سلمية ولكن برأيي لا توجد بوادر كثيرة الآن تشير إلى أن هناك نجاح من قبل هذه الجهود التركية ولا أرى تقدما هناك في هذا الشأن ولكن لننظر لشرق سوريا من خلال الأيام الأخيرة قد حدث الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وإدارة بايدن دائما تقول أنه لا معنى الآن لوجود ضباط وجنود أمريكيين في مناطق أخرى منها العراق وسوريا فبطبيعة الحال عليهم أن يغادروا وروسيا تنتظر ذلك وروسيا تستطيع أن تتوسط سأحاول أن أجد إجاباتها مع سيد أندرو سيد أندرو استمعت إلى هذا الحوار إن كانت دكتور تركي أو الأستاذة إلينا يؤكدون أن الوجود الأمريكي وجود غير شرعي ويسألونك بناء على أي قرارات كما ذكرت لنا هذا من جهة ومن جهة أخرى هناك اليوم ما يتابع تطورات الأخيرة ويشير إلى أنه اليوم بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان يتساءل بعض عما إذا كانت سوريا لربما ستكون البلد الثاني هل ستنسحب الولايات المتحدة من سوريا؟ لا يبدو ذلك حتى الآن لأن نعرف أن عدد القوات الأمريكية منقفت جدا في الولايات المتحدة ولا يمكن الولايات المتحدة أن تؤدي دورا بناءا كثيرا في سوريا وذلك بعد انسحاب معظم القوات في عام 2019 أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية المذكورة نعرف أن هناك الكثير من الأليات القانونية تسمح لحكومة ما والذي معترف من الأمم المتحدة أن تطلب من دولة أخرى أن تعمل على مساعدتها في دفاع عن أراضيها وهذا ما فعله النظام مع القوات الروسية والإيرانية كما قال أيضا سيد سقر كانت هناك أيضا ميليشيات حزب الله ولكن ذلك متنقض لأن نعرف أن ميليشيات حزب الله لا تمثل أي دولة نعرف أن هناك طلب مقدم من حكومة العراق لأنها مهددة من الأراضي السورية لأن بشار الأسد قد خسر السيطرة على هذه الأراضي وهذه دمنا المادة 15 وهذلك حق الدفاع عن النفس في دستور الأمم المتحدة ونعرف أن هناك القرارات الدولية التي تؤيد العراق بالدفاع عن نفسها وهناك قضايا أخرى تملك بعض المبررات القانونية لتفسر وجودها نعرف أن هناك بعض القوات الأجنبية التي تدخلت في سوريا لأكثر من ست سنوات وذلك لمحاولة إنهاء هذه الحرب بطريقة ما والأمر لا يتطلب انتشار عسكري كبير أو أموال كبيرة يجب أن تنفق أو للعمل على مشاريع أخرى نحن لم نقترب من ذلك وحتى نبدأ بالاستماع عن أمر بهذه المطالبات لا أتقد أن الأمور ستكون جدية ولكن عوادا عن ذلك ستستمر الأمور كما هي عليه لفترة طويلة والأطراف المختلفة التي تدخلت عسكريا ستستمر بإجراء هذه التغييرات ما لم تتوصل إلى اتفاق آخر أتقد أن الولايات المتحدة تريد فعل ذلك مع روسيا ولكن لا تريد فعل ذلك مع ميليشيات حزب الله ومع القوات الإيرانية ولكن أمامنا فرصة للتكلم مع روسيا إلا أننا نحن بانتظار لمعرفة ما هو التقدم الذي ستحرزه الحكومة السورية فيما يتعلق بالمسار الديبلوماسي والديمقراطي لكن سريعا لو سمحت سيد أندرو الوجود الأمريكي في سوريا ما الذي حققه طوال السنوات الماضية؟ أعتقد أنه كانت وجود جهود مشتركة لمكافحة تنظيم داعش في سوريا ولمحاولة السيطرة عليه حتى الآن ونعرف أن هذه المهمة صعبة جدا وهذا أمر حققتناه على الأراضي السورية وفعلنا ذلك بالتحالف مع مجموعة كبيرة من الدول ولكن أهم من ذلك كان تدخل هذه القوات العسكرية الخمسة في سوريا التي أدت إلى حالة الأمور نحن الآن علينا توصل إلى حل سياسي وعلينا الفوز بتحقيق السلام وليس الفوز بالحرب بالتالي أنا أعرف ولقد ذكرتم ذلك سابقا أن هناك جهود لإعادة البناء ونعرف أن الحكومة السورية في وضع اقتصادي صعبا جدا ونعرف أنها تريد اليوم الحصول على مساعدات من المجتمع الدولي لبدء بإعادة إعادة البناء ولن يكون ذلك الشاكن على بياض نحن نعمل مع روسيا باستمرار فيما يتعلق بالقضية السورية ونعمل أيضا مع الحلفاء للتوصل إلى تسفية يؤدي إلى نهاية حقيقية للحرب في سوريا ومع أن تحقيق السلام هي من المهمات الأهم حتى بالنسبة لسوريا التركي سقر أشار فلاديمير بوتين إلى مسألة فتح الأسد حوار مع خصومه وقد امتدح بوتين الأسد على ذلك هل حان الوقت اليوم لأي حدد السوريون مصيرهم؟ ما الأمال المعلقة على إمكانية نجاح ذلك الآن؟ كان المبعوث الأممي في دمشق منذ يومين جير بيدرسون والتقى مع وزير الخارجية وتم الحديث حول المسار السياسي العملية السياسية في سوريا وأكدت سوريا على أنها مهتمة بهذه العملية بأن تكون دون تدخل خارجي وبحوار سوري سوري وبدون أي ضغوط من دول أخرى تحاول أن تعرقل هذه العملية أو تضع شروط مسبقة وكان جير بيدرسون مرتاح لهذه المحادثات والحكومة السورية مهتمة لمتابعة عمل اللجنة الدستورية بعد أن انتهت بآخر اجتماعاتها في جينيف وهذا الأمر بالحقيقة يجب أن لا يفرض على سوريا لأن الدستور هو شأن سوري وهو يحدد مصير ومستقبل السوريين لذلك لا يجب أن يكون هناك تدخل من أي جهة أخرى بانتظار تحقيق ذلك أستاذة إلينا هل يمكن أن يصل التنصيق الروسي السوري حتى تغيير المعادلة الموجودة حاليا على الأرض في سوريا؟ التنصيق الروسي السوري هو موجود وزيارة أسد هي دليل لذلك فأهم الشيء الآن كيف سيكون التنصيق الروسي تركي من أجل حل قضية إدليب وأيضا التنصيق الروسي الأمريكي وسيدين درو تابلغ قد أشار إلى أن أمريكان منفتحين لهذا الحوار هذا جيد لأن علينا أن ننسق ما هي مشكلتهم هناك في الشرق السورية ما هي الفائدة من بقائهم أنا لا أرى فائدة كثيرة هناك بنسبة للدعش فحتى محللون أمريكيون يكتبون لحتى الآن بأنهم موجودين في هذا الجزء من سوريا هذا يعني أنه ما كانت هناك نتيجة كبيرة للوجود الأمريكي فإذا أرادوا أن يغادروا فعليهم أكيدا ينسقوا مع روسيا كقوة موجودة رسميا هناك وشرعيا وروسيا تستطيع أن تضمن لهم انسحاب منظم عشان لا يكون شبيه بالانسحاب الأمريكي من أفغانستان وأيضا روسيا تستطيع أن تضمن استقرارا في هذا الجزء من سوريا طبيعة الحال نحن نتحدث معكم ونتابع هذا الخبر العاجل في الشريط الأصفر الذي يشير إلى ضربات جوية تقوم بها طائرات مجهولة عند مدينة القائم على الشريط الحدودي العراقي السوري والبعض يتحدث عن أنه ربما تكون هذه الضربات ضربات لطائرات أمريكية سنكون بانتظار لربما تأكد هذا الأمر ونبحث في نشاراتنا اللاحقة نشكر ضيوفنا من موسكو المستشارة في المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية إلينا سوبونينا من دمشق الدبلوماسي والسفير السابق الدكتور تركي سقر ومن واشنطن كبير مستشاري المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا أندرو تابلر شكرا لكم